بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه وقولي اللهم يا معلم آدم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بمعلمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحمة الرحمين إن شاء الله يا إخوان في هذه الدورة بإذن الله تعالى راح نستفيد إن شاء الله في هالجزء ونتعلم إشلون إحنا نقدر أن نستخدم برنامج الارتستير في ملفاتنا وتصميم مواقعنا طبعا أنا حين راح أبدأ صفحة جديدة راح أروح على File و New Project دائما أنت أي مشروع جديد تعمله هو عبارة عن Project فهو New Project فأنت أول ما تفتح New Project تختار Blank Sheet وراح يقول لك في Blank Sheet شنو الموقع اللي تبي تعمله في البداية أول صفحة راح تظهر لكم هي عبارة عن صفحة عادية ما فيها شيء مجرد إن شكل عام وهما مقترحين عليك بحيث إن أنت لو حبيت إنك أنت تستخدم برنامج الارتستير بكل سهولة يعني بالأمور البسيطة في نموذج جاهز أنت أبدأ عدل عليه فأنت مجرد أنك تعدل على النموذج هاي هو يعطيك مقترح لتصميم الموقع الإلكتروني فأنا راح أبدأ الآن أعمل لي تصميم حلو حق موقعي أول شيء راح أبدأ في أني راح أروح على الBackground الBackground أنا ببيها تكون باللون الأبيض أنا طبعا ما ببدأ من اليسار أنا ببدأ من النصف من الBackground لأن أهم شيء أنا عندي في الموقع الBackground الخلفية لو حطيت الماوس على أي Background راح يطلع ليها كنموذج مثلا لو اخترتها الBackground راح تشوفون لو عجبني راح أضغط عليه Click حيث أن تكون هذه خلفية موقعي الBackground أنا راح أختار طبعا بجرب يعني كذا نموذج الBackground لما ألقى شيء يعجبني فأنا في عندي طبعا نموذج كثيرة هم حاطينها ليشوفوا الـ scroll هم تقدرون تنزلون وتشوفون أمور كثيرة هي حاطينها جاهزة وأي شيء يعجبكم تقدرون بس مجرد أنكم تحطون الماوس عليه راح تشوفون النموذج الشون يصير طبعا أنت ممكن تلاحظ أن بعض الBackground ما تضبط مثلا مع الخط مم مشكلة هاي كلها بنعدلة بس أنت الآن عليك أنك أنت تختار الBackground اللي يعجبك فخلوا أننا الحين مثلا نختار أنا بختار لي مثلا الBackground يعجبني طيب أعتقد لا ما أحب الأوراق ولا الدوائر خلنأخذ أوكي هاي عجبتني النجوم خلنجربها حلو النجوم حلوة عجبتني وخفيفة أحب أني أستخدم خفيفة طبعا عشان تكون سهلة للعين لكن هاي مم معناته أنه أنت ملزوم أنك تتبع نفس الأسلوب أنت تقدر تبدع وتقدر أيضا أنك أنت تدخل من ملف عندك موجودة أو تقدر تأخذ مور أونلاين المور أونلاين ينزلك من الإنترنت فيه ناس طبعا ترفع وفيه ناس تعمل أبديت وترفع مجموعة من الBackgrounds أنت مثلا ممكن ما تكون كلها يعني نازلة في جهازك فبهالطريقة أنت راح تقدر بكل سهولة أنك أنت تنزل شي جديد من الإنترنت طيب علما أنه يعني نزل الخلفيات خلنشوف بعض الخلفيات الموجودة ممكن نستخدم شي من برع الإنترنت ممكن نحن نصمم يعني بعدين في دورة فوتوشوب أيضا موجودة في الموقع موقع واقف أونلاين تقدرون تأخذونها يا إخواني وبإذن الله تستفيدون منها في إنكم تعملون لكم أنتو أشياء خاصة ما أحد استخدمها من قبل يعني وتقدرون تدخلونها في الموقع بكل سهولة اللي أنتو قاعدين تعملونها فمثلا أنا يعني خلن أخذ أوكي هذي حلوة خلنجربها نشوف شكلها شون تظهر طيب لا تنسوا نحن أنا دائما متصل بالإنترنت فهالأمور الموقع راح يكون بطيء لأسباب الإنترنت نفسها ممكن يكون في خلفية فعلا نزلت عندي خلنشوف فعلا نفس ما أنا كنت أبيها نزل لياها بس أنا عموما راح أبدلها راح أختار الخلفية اللي أنا اخترتها من شوي أو ممكن أختار لي أي خلفية ثانية النجوم أنا عجبتني بس خلني بجرب مثلا شي ثاني آه هذي هذي حلوة كربون فايبر شبابية أكثر طبعا البنات ما بيحبون هاللون لكن خلنستخدم هاي نجرب بعد آه حلو نقدر نبدل الخلفية على الشكل اللي احنا نبيه أيضا آه في طريق انك انت تقدر تنزل خلفيتك الخاصة راح أشرحها لكم إن شاء الله في تكملة الجزء هاي بإذن الله لما تروح على الفايل وتروح على الخلفيات اللي انت عندك في الكمبيوتر مثلا أنا عندي موجود في الفيكتشرز طيب مثلا عجبتني في عندنا هني مجموعة من أوكي هذي خلفية حلوة مثلا هذي راح ندزلها وأقول لها دخلها هل تبيها من فوق علي صار تبدأ لأن في شاشات كبيرة شوفوا يعني مثلا الصورة مش في منطقة فاضية انتهت الصورة أو تبيها في السنتر بحيث أن عليمين وعليسار يكونوا مفاضين أو تبيها متكررة يعني الصورة تخلص تبدأ الصورة مرة ثانية هاي اللي عندهم شاشات كبيرة طبعا أو يستخدمون باكتغروند صغير بهالحجم مربع صغير ويتكرر يتكرر يتكرر في كل الصفحة طبعا أفضل الباكتغروند انك انت ما تستخدم باكتغروند كبيرة لأنه تاخذ من سرعة تحميل الموقع فلذلك أنا أنصح انك انت دايما تاخذ الباكتغروند اللي تكرر وتكون صغيرة يعني مبقى بصعوبة تعملها فعندنا مثلا تقدر طبعا عندك ثلاثة أوبشن تحطها أوفرلي مثلا أو سوفت لايت تخليها خفيفة أو تقدر تخلي النورمال الأصلية عموما تقدر تضغط أوكي عشان تخزن الصورة لكن أنا بضغط cancel فترجع خلفية اللي أنا اخترتها طيب في الخلفيات لو اخترت هذي مثلا الآن الدوائر هذي اللي تظهر في الخلفية أنا أقدر أبدلها شنو الأفكتس اللي أبيها وأختار الكولور أيضا إذا ما أبي اللون مثلا الأزرق السماوي أقدر أختار حنقل مثلا الورتقالي أو أقدر أختار في الأفكتس أقدر أبدل أبي أختار ألوان إضافية فيهني شي اسمه مورك كولورز المورك كولورز تعطيك تقدر تختار درجة ثانية من الألوان فهذه أيضا من أحلى الأشياء اللي أنت تقدر تبدل الباكتجروند اللي باره طيب ممتاز الحين أنا أحب أن أوه عن نقطة يعني النوعين هذول يسمون تكستورز التكستورز موجودين تشوفوا تكستورز أوبشنز هاي موجودين أنت تقدر تعدلها هي نوع وهي فن يعني علمي بحيث أن أنا اللي صمم التكستورز هاي مو بسهولة أنك تتعلم ما أعتقد حتى حتى احنا في واقف أونلاين لا حدا ما عملنا دورة في الفوتوشوب تشرح شون تعمل التكستورز لكن التكستورز دائما تلقاها متكاملة هي صورة صغيرة تتكرر يعني نفس الصورة لما تنحط من اللي صار لليمين تنحط جنبها تصير كأنها قطعة واحدة يعني هني من هني لين هني هي تنعاد ومعمولة بطريقة أنك تقدر تغير في درجاتها فهي معمولة بطريقة يعني بحيث أنك أنت مجرد ما تغير لون تغير درجاتها في الصورة فتستخدم نفس الصورة لعدة باكي جروند بألوان مختلفة فهذا الفن يعني أنا حبيت أنوهلكم عنه بحيث أن أنتو يعني لو اخترتها ومثلاً الصورة عادية ما رح تلقون الابشن على هالباكي جروند وتروحون على الأفكت والكلورز رح تلقونا مش أفيلبل فلذلك هذي الأوبشنز تطلع بس حق التكسترز حتى هذول هاي الصور تعتبر لكن هاي التكسترز موجودين تقدر أن تتغير في شكلها ممتاز نفرض أن أعجبني هاللون بس أنا أحب اللون الهادي أكثر مثلا هاللون جيد أنا أحبه ممتاز ومريح للعين دائماً تستخدم ألوان مريحة للعين أيضاً عندك أوبشنز نشوف الأوبشنز يقولك شن الأوبشنز الموجودة أول شي اللي سكرولينج طبعاً شنو يعني فكست أو سكرول إذا فكست أنا لما أنزل الموقع وأرفعه الباكي جروند ثابت في مكان لحظوا أن الباكي جروند ما يرتفع لكن لو حطيته سكرول الباكي جروند يتحرك مع السكرولينج براويكم حين شوفوا لحظوا الخلفية تتحرك مع الناس أنت شنو تحب تعمل سكرول ولا فكس هاي النقطة الأولى عندنا الشي ثاني الفل كولر الفل كولر هلا تبين لون الأبيض ولا تبين لون ثاني مثلاً خلني أنا بختار لبني شوي يعني ممكن يكون أين اللبني هني تقريباً يعني أي لون ممكن أن تختاره هو الأبيض ملك الملوك يعني ملك الألوان عفواً في هال النوع من البرامج أو الخلفيات أنا أحب مواقع كثيرة في العالم حتى إي باي وغيرها مواقع كبيرة تستخدم لون الأبيض لأنه مريح للعين يعطيك مساحة في الغلير طيب شنو الغلير؟ احنا ما استخدمنا الغلير راح أشرح لكم هالغلير طبعاً بعد شوي شنوه والتكستر تقدرون تتخذون أيضاً ممكن تختارون تبدلون تكستر احنا اختارنا أورادي هناك واحد تقدرون تبدلونه التكستر بوزيشنز 100% أو تبعونه مثلاً أصغر شوفوا صغرات أو ممكن أزيد حجمها مثلاً أخليها 130 حجم أكبر الفل والهورزنتل تبعونه على العرض يعني بس مرة واحدة تتكرر فوق ما تتكرر في كامل موقع لكن إذا فل تكررها في كل مكان ممكن تكون طوالية مثلاً تكون عليه صار أو تبعونها على يمين تختارون البوزيشن إذا تبعون توبلفت أو توبرايت مثلاً تكون هنا على الجامب على يمين تبعونها زخرفة على الجوانب ممكن تختارونها من النص أنا أفضل أن دائماً يعني طبعاً أنت تبدع كيفك يعني ممكن تعملك زخرفة حلوة على الجامب بسيطة أنا أحب يعني أن تكون فلد يعني خلاص خلفية واحدة تكون لكامل الموقع الفلب ممكن أن تعملها يعني تعملها فلب أن أتحولها من بدال مثلاً ما يكون من اليسار لليمين تنقله بالصورة عكسية تماماً تصير من اليمين لليسار فخلن نعمل فلب يعني بسا رويكم شلون تعملون فلب مثلاً إذا عملت فيرتكل شوفون قلبة الدوار صارت من فوق من تحت أو إذا عملت هورزنتل صارت من بدال من اليسار لليمين صارت من يمين لليسار فأنا بخلي الأورجينال الروتيشن ممكن أنا ألفها 90 درجة على يمين أقدر ألفها 90 درجة على اليسار أنا أحب أن تكون نوم يعني أنت تقدر تغير في شكلها في التكستور في أسلوبها متى راح تلاحظون يعني هال الموضوع بوضوح يعني خانا رويكم شغلة حلوة هني مثلاً عندنا خطوط عرضية مثلاً هالخطوط العرضية طيب أو زاوية إذا أنت عملت لها فلب 90 درجة راح تصير من يمين لليسار إذا عملت لها 90 درجة راح ترجع من يمين لليسار أيضاً نفس الشي ليش لأنها تلفت 90 درجة بالعكس لكن لو خليتها نون تروح من اليسار لليمين شف هورزان ثلاث خليتها فيرتكال شو بيصير تنقلب ممتاز فأنت ترتب التكستور على كيفك في الباكي جرون أيضاً عندك الغريد طبعاً أنت تحب أن تخلي درجات الباكي جروند من الدرجة من الأغمق للأفتح ففوق تلقى أغمق وتحت أفتح هذه أيضاً حلوة أنا أحب استخدم لمسات بسيطة مثلها أو تبقى تخلي لير فوق أغمق والباكين ثابتين نفس اللون بحيث أن أنت لو تبقى تبين هالمنطقة أن الهدر من فصلة أو ثابتة الآن في لمسات ثانية اللي في هتحط لك اللي تبي مثلاً فقاعات أنت تختار الأشياء اللي تبيها راح تبين لك في الموقع يمكن هذي مو في واضحة لأن أنا استخدمت هنتأكد نستخدم واحدة ثانية شوفوا البقعة اللي وضحت ممكن أستخدم زخرفة حلوة مثلاً على الجام شوفوها على اليسار ممكن أغمجها أيضاً لأنها هي مش واضحة هنا فاختار الأوبشنز والترانسبيرنسي أخلي أعلى الترانسبيرنسي الشفافية نزلها كل ما نزلتها كل ما أوضحت أكثر شوفوا الزخرفة أيضاً أقدر أختارها هالي في السنتر اليسار اليمين فليب أقدر أقلبها هوريزنتل أخليها على اليمين أنا أحبها أن تكون على اليسار يعني أحس أنها بتظهر أحلى فعجبني مثلاً أسكر الهاي رح أشوف الموقع بشكل الباككجروند اللي أنا اخترته تابعوني إن شاء الله في الحلقات القادمة من هالدورة بإذننا دورة تصميم التمبلت باستخدام الورد بروس وبإذن الله أنها رح تستفيدون استفادة كبيرة وإن شاء الله المرات الجاية الحلقة الجاية رح نتكلم عن زر جديد غير الباككجروند وإن شاء الله نكمل هالدورة ومثل العادة يعني أحب أذكركم إذا عجبتكم الدورة قيموها وانشروها لأصدقائكم وخلو الخير يعم نحن نبي دعمكم في نشر هالعلم اللي نحن قاعدين نتعب عشان نوصلها للناس أتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله تعالى وتابعوني في الدورة في الحلقة القادمة بإذن الله شكرا